طيب نبدأ بإذن الله تعالى لا تمسنيش شنو؟ لا تمسني ما نمسكش طيب أنا ما غنمسكش أنا أريد أن نصغر السحر ديالك لدرسي بإذن الله تعالى يبطل طاعة الله جل وعلا أنا مش مشكلة عادي عادي طيب أحاول أن نقرع لها ونتمس قبط الرأس ديالها يد تقبط بها الرأس ويد تقبط بها البطن والراحي أحب الله الحمد لله والآية والدعاء اللي كررتك أكثر من مرة كروا معايا صفي؟ باش نجيه للسحر إن شاء الله نتكلم على السحر ونبطلوه في فصل الوقت باش ندخل واشهو أسعار أخرى واش مازال فلالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كما بس فم كذلك مزيان سحرك هاذا سشوف محول تخلي شوفية سحرك هاذا يا سمع الذي أقفل على قلب حتى لا تحب فإلا من صنع سحر الجلب والعطف سمعتي؟ يوبطل طاعة الليها عز وجل سوف نأتي اللي بيذنها عز وجل والسحر الشموع كذلك الذي معه ولم تحرق الشموع لماذا؟ كي تبقى هي وهو فقط لها ولها سحر الجلب والمحبة فنبدأ بيذن الله تعالى أركز معي مزيان والبارحة أعطي تواعدا على الإسلام وعلى الخير سمع جيدا وانت قلت الآن زوجك أشعر كأني جاي لم يذبح كأن الخروف يصاقوا إلى حدفه إلى التبح بل نكون عليك رحمة بإذن الله تعالى والله يشهد الله تعالى يسر في دقائق أنك اعترفت وأتى زوجها بالحقيبة التي دللت عليها موجودة أربعة عشر سنة في البيت وبفضل تعالى استخرجه من وسطيها هذا القفل وهذا الشمع وعطي الله على الزوجه والآن يبطل إذا كان هناك أي سحر آخر بإذن الله تعالى يستخرج ويبطل وأنت البارح أسلمت بأمر الله على الزوجه طيب أعطيت وعدنا على الإسلام والإيمان فركز معي هيا تألمى كلام الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماهوت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيل لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر عظيم بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر للجلب عظيم للعاطف عظيم للمحبة عظيم بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر للفواحش عظيم للتحكم في العقول عظيم للتحكم في القلوب عظيم بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر سحر اليهود يبطل بسم الله يبطل ما جئت به السحر إن الله سيبطله إلا الله سيبطله لا إله إلا الله والله أكبر طيب اسمع مني تعال جيسي طيب يا جلسي جلس يا جلس اسمعني تكلم معي الآن يا جلسي حسيت بلايه يا جلسي حسيت بلايه يا جلسي حسيت بلايه هيا خليستر هيا لا إله إلا الله سبحانه طيب طيب اسمعني هذا القف الذي يقول تكلف القطران صح؟ بأن الله يمحى وليبطل أغمسوه في القطران القطران ليقى السواد على قلبها بسم الله يبطل اسمعني يعني أغمسوه مدة في القطران ليبقى السواد أحكاموه وأغلقوه وضعوه في القطران وبطبع القطران عليه ما عليه من نفس ومن صحر وتحدث مع الجن ومع الشياطين وبالكفر عياذ بالله لماذا؟ ليبقى قلبها قلتة البارحة ليبقى قلبها مغلق اتجاه الزوج لا تحبه صح؟ صح أم لا تكلم باش دائما ولو تحاول هي من تكون ثوعيها تقرب من زوجها دائما تأتيها بغتة على غفلها شيء تجعل الضيق وتخلق الصداع والشجار وتمضي الحرب في البيت دون سبب وهو اللي أدفع لأسباب هذا السحر تقرب من زوجها لها لها هي حتى لا تزوج من أين كان إلا من صاحب هذا السحر وإذا الملك قدر الله وتزوجتي انت سبق في عملنا تزوج بها فهو يسعى أن يجعل هذا الزوج عذاب باش هذا السحر يقين فعول دائما فهمت بلا الله إلا هو لا زال على العهد دائما تسمعني صح او لا إلا هذا السحر أنت تعمل عليه أحكاموه وعقادوه وجابوه قفل متوول وكذا وقادوه يعني ما شاء الله عليهم ثم بعد ذلك الشمع الشمع لاحظ ما محرقش صح؟ وانتقلت لها البارح فعلا لما سألتك هش محرقش قلت لها أنه هيو وهذاك السحر خلصوا ما يتحقوش صح ملا؟ أشبق هيوية صح ملا؟ طيب هذا السحر يعني شمعات من أجل أن تبقى هيوة والذي سحر طيب في أي مكان سحر صنع هذا السحر؟ في أي مكان صنع هذا السحر؟ عرفنا أن هذا السحر صنع وأنت أخذته وجعلته في الحقيبة 14 سنة في أي مكان كيذهبه وانت كتخبعه في البيت وبفضلت على طرفته وقته بالحقيبة وستخرج له لكن كنت معرف فين تصوب هذا السحر؟ في البيت الأول المرة شوه يجاب؟ يعني وكيف يشغل البيت؟ آه إذن ذكرت طيب حتى قال الشمعات كانوا في السيارة طيب إن نقل في البيت الأوحلى ويمكن يدخل الخططني ويمكنك ما يجب أن يصبح جدًا إلا أمور في أحنا كتقول لك هذه تشمعتنا ما كنذكره مش صح ولا لا؟ هو الجني قال لك عنكت كنخفيه ومن يستخرج الأصحار كنظنه دوم الأصحار الموجودين قال لك لا ما زال قلبها بقي سحر آخر إذا انت لقف لهذا ما كنش لها علم به فهمتيني ولا لا؟ طيب الآن سؤالك أنت الجني اسمعني بينتها السيحة بفضله عز وجل وبينتها لازالت أصحار أخر تعمل عليها قلت المرشوش في البيت لا يهمون الأشخاص صح؟ ما تكلمش عن الأشخاص نهائيا المهم سيحة المرشوش صح؟ المهم عندنا هو الشفاء بإذنه تعال أنت اللي ذاتي هم وهدو صح؟ اللي عملته هو القفل واجه الشمعت ويكفي 14 سنة ونت أخذ دمع اليوم بالليل والنهار اجتهدتي عندك تقول عندك الملك وعندك الشعب بتاعك يضعف الشعب بتاعنا بس المرات وخدم على قفل حيات كلها وقفلوا الشمعات أي ها أيها مصلحة حتى قل لي يا سبحينة قل لي أشكاً لو معيت مرة قل لي يا أسخروني باش تولي هي يتبغي ووليت أنا من يجد طلعت عليها عجبتني وقفيتها أنا شوف هذه المنظومة نقول وذائم في ريديواته في الدور الصوف العاشق الخادم السحري يتحول إلى عاشق ليس أول مرة يدخل عاشق وقد يكون الجنيه يدخل من الأول مرة عاشق يكون دايز ونظر تعجبه لكن لما يكلفه مثلاً بحراسة واحد السيدة يوم صباحاً مساء نتبوس فيها واحتول له شهوة ما عندهش فيه نمشي فيقول لك هذه السكنة ديالي وهذه الشهوة ديالي وهذه الزوجة ديالي فهمت؟ فيطبع عليها هذا هو اللي يوقع في الغالب كيقول لي مشكل جوج خادم سحر وعاشق يقدر يدلك على ذبع السحر ها هو الأمر بكلمة بسيطة بعدها بيسير ذلع السحر وكن تحتاج معه إلى الموعدة كي يشتحيد الحب من قلبه حبها من قلبه فهمتينو الله حبها من قلبه لأن صار يحبها فهمتينو الله جيتل ويغرق لهذا الله حرم النظر سبحان الله نظرة تنفى ابليس سامة تنفى سامة النظرة سامة سامة ابليس كيما فهمتينو أنت لا تقدرتي شيئا وعجباتك اه هو تقدرها لهذا واجهة بعض يتعرف لابد الحجة والتبيان لأن الباح من اللي يريد انك نوعظه بدك يتألم الوعظ يبيد أشياء كيف تيرو سبحان الله طيب اسمعني الباح قال لنا أن شو اسمه؟ موريس 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 وكن نسمي له اسم أظن محمد صح؟ 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 مسمي ناش لا مسمي ناش الباح تخلطوا لي لو قرروا ما بعد دخلت شيئا أخرى كثرت الجن هنا والحالات صباح الله حتى لا لا سميت أظن واحد أمام لا مسمي ناش حتى فجلت كثيرا أخرى لا لا صافش خلاص حتى حالة أخرى طيب موريس اسمعني أنت يهودي يهودي يعني وجدت الأب والأم على اليهودية صح؟ والبارح تكلمت معك في شيء من الأخلاق من الإسلام صح الله؟ طيب أقول لك شيء الإسلام كله خير كل ما تريده من خير ونور ورفع وعزة وقربا من الله هو في الإسلام يجعلك محبوبا مع نفسك اسمع راضيا عن نفسك محبوب مع الآخرين والآخرين يرضوا عنك محبوب مع الله والله يحبك ويرضى عنك أنوار من الله عز وجل معادلات بسيطة جدا أي شيء تريده تجده في الإسلام من مودمته الحمد لله فضل تعالى أعطاك الله القوة ويجعله لله عز وجل الله ما غير يبغيش الملكذيك نهائيا لأن الله تعالى قال في حدث خدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب يرجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا يعني الله غني هو الملك سبحانه وتعالى فأنتينه لله إذن الملك يبقى لك والجند هم لك وحتى الشعب هو لك ولكن يصبحون على طاعة الله وحينها الله عز وجل يعطيك من الخيرات الشيء الكثير واش همتي كلامي فهمتي الله علم فيك الخير فذللت على الأصحار 14 سنوية مخبعة والله جعل كل شيء أجل وكتاب وقدر مقدورة فهمتي ولله فالحمد لله قل الحمد لله موسى أرسل إلى اليهود كان على الحنيفية السمحة كان مسلما ما كان مشركا مفهوم عيسى كذلك ما كان مشركا كان مسلما لله عز وجل محمس صلى ما كان مشركا كان مسلما لله عز وجل وهكذا كل الأنبياء كانوا على دين واحد أنوا عبدوا الله فهيا إلى عبلة الله عز وجل قل أشهد ولا إله إلا الله ما الذي يمنعك من الإسلام عجيب نعم طيب نتفق على شيء نتفق على هذه الحاجة توعدني 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 على أن إن شاء الله تعالى تسلم لله عز وجل وتجتهد في طاعة الله تعالى ونعاود إن شاء الله الجلسة بإذن الله تعالى لماذا 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 رحبا بك الدردارك هذه الدردارك وفي بقيت مشي مشيت شطح وتغني عيتي وإحنا الله بدينا يلقنا بسم الله أنا عيتي رأي الله بداية الجلسة الثانية مشي أول مرة الثاني مرة معي أنا ثاني مرة معي بفضل الله عز وجل والحمد لله استخرج السيحة بفضل الله عز وجل كتب شي عند رغا طيب كل مرة خصني نعرف فاش كيف خصني من وجه خصني بحروج وقد تبقى على هذا الحال دائما يلا شوف تمدد تمددها هيا الحمد لله رب العالمين الشمع أخذوا منه قطعا لم يحرقه طيب طيب ما تمسني لا ما تنظرش ماسك ما تمسنيش لا غلمسك لش غنعذبك بإذن الله يتعالي بحيش بغي الخير بحيش بغيك الخير لا غتعذب لا غتعذبك في البارح باش تدمه أصحار أخرى يالا تكلم الأصحار أين هي الأخرى عدت شريكين والمرشوش في كل مرشوش في شم باكان شم برصة في الدار كلهم شكل يرشوش طيب خلاص ما تسميش يالا تمدد حاجة أخرى شنو كتعمل لها انت طيب إلا تفاهمتي ما غالى نمسكش شنو غا تستفت لما تخافيها تحبها تعشقها تزوج بها وهذا شنو هذا قدامك شنو هذا كذر هذا هيكل شنو هذا بالعقل بالله عليك تبغي تكون مزوج واحد يخذ زوجتك أجيبني بحق وكذلك بالله عليك تكون عندك بيت واحد يستعمر لك بيتك طيب كذلك هو بالله عليك اسمعني اسمعني اسأل الله ان يرضى عنك لا ارضى عنك الله عز وجل والخير اسمعني مزيان كتقول انت تعرفها قبله قبله صح؟ سؤالي هل كانت تعرفك انك تحبها وتزوجها؟ لا طيب هل هي الآن ترضى بك زوجا؟ لا طيب هل الله عز وجل اسمعني مزيان الله سبحانه وتعالى اعطانا حق ان تزوجوا بالجنيات؟ احنا الرجال من الانس؟ كليك يبغي ش حال في المئة او في الالف؟ واحد صفر فصلش حاجة؟ ما يمكنش قلوه في المليون ديال البشر يتزوج واحد جني هذا مريض شي يطلب؟ هذا مريض كل جن انسي يطلب الزواج من جنية فهو سقيم مريض عليه له مرض في قلبه او في عقله او يدلو الوصول الى شيء ما يمكنش نخلف النموس ديالله عز وجل خلق منها زوجها انت لك زوج انتي انت لك زوجة من بني جنسك تراها وتراك طيب كيف شغل بالعقل انت كم بالعقل انسان رجل تزوج بجنية بغى يتكلم معا قدام يعرف على عائل تشيق المتزوجين بجنية في الخافاء ملي ويلد وشنو يشوفوه الجن ومشوفوه الانس ومشوفوه الانس ومشوفوه الجن حكم معايا او لا نصو انس ينصوه جني اعطيني حقاف قنعني قنعني ولا يعقل هذا او لانها تقنخبت زوج امرأة بجني وهو مختفى على الانظار حتى تبغي شو بك لبك بنية ديك الفراش للجماع ولا يعقل هذا عشرة ومودة وحب ورحمة وتعاون وتكافل وتكافل ما يمكنش لا يستقيم بين انسي وجني ابدا بالعقل وبالنقل وبالشرع ما يمكنش كتسمعني ولا لا اذا الله تعالى الله ما خلق لاش عبث جعل لك جنيات تراهم تراهم يعني ستشوف جنيات توافقك وتختار من اشئتها سواء من حسن من اخلاق من دين من جمال من كل شيء من حسب ونسب وكذلك نحن لنا الإنسيات وتبغي لكم جنيات أما يكثر تدافع وتخلاط هذا هذا غنتو ما خلقتوه مع شر الجن خلقتوه لكم جرأتوا على الإنس لما بعدوا على الله عز وجل ولما اكثر فيكم الظلم ولما صار الشيطان المنسونية بغوا يستحضوا للعالم فهمت ايه هل كان هذا في قادم عهد الزمن الأول انك تسمع صحابي مزوج بجنية اولد جني مزوج بصحابية ما سمعناش هلش يحتف صحارة فرعون ما كانش تفع عهد صحارة فرعون ما سمعناش بهذا شيء احتعد الأقدامون احتولت الأمور هذي لما صار الذكر وأنثى والأنثى ذكر والمخنث والمشكل ولد هذا المشكل وهذا اخرج عندنا أشياء أخرى الله بيه حسين الله سعى اين عن قد يحاول الجني أن يعتدي على المرأة وقد يلزمها على أنها تكون زوجة له ولكن ظالم تكلم العلماء ظالم وهل يفض بكرتها لا يفض بكرتها بالمرة هل يعتدي نعم له قدرة على أن يعتدي هل يكون بينما إنجاب فهذا بحر طويل وخلاف عريض فهمت يا أولا لا أفقه شوية أفقه أفهم هي لزوجها دخل البيت من بابه واستأذن ولي أمرها فهمت وأخذها بسنة الله بكتاب الله وسنة رسوله مفهوم جعل وليا وعقدا وصداق وماهر وجعل إعلانا وجعل شهود أين أنت من هذه كلها أين أنت هذا السفاح ولا تكون يفاتكم على البغاء أنت أنت اعتدي عليها أنت ظالم لا يجوز هدف أي دين لا يجوز حتى عند الملحدين والكفرة والفصق والفجرة يقول لك التراضي بين الطرفين التراضي مكينش لكي تعرف الناس كيف ينصلتي انت في الحضير فق شوية لهذا أدلوك على الإسلام لأن الإسلام كله خير وش كتفهم كلامي كتفهم لي ولا الله أش بلك جوبني وش كلم حق ولا الله في الإقناع ولا الله يو خلاص قل نعم 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 أسلم لله الله يعودك أحسن منها من الجنيات الله مضيعش ترى من الجنيات لأن ما خلقتوا إنسان ما خلقتوا جنة والإنسان إلا لي يعمدون كنتلقى من الجنيات من هي على تقوى وصلاح ووقار وجمال وبهاء ودعوة وخلق ورفعة لأن هذا الله تعوى ما ربك بظل الله في أحسن تقويم إنسا وجنا وإن كان ربي قال وقد كرمنا بني آدم فهذا تكريم نعم وقد تكون جنية أو جني أفضل من إنسي لأن الميزان آخر إن أكرمكم عند الله يتقاكم كتفهموا لما كتفهمش هو فهم مزيان فهمني مزيان فرق شوية إلا متى مخبع فيها إلا من شكون ده بك يشهد على زواجك وعلى حبك شكون من يرضى بهي إلا من تقرب هذا لا أحد في خفاء ومسطور لا الحلال ظاهر ساطع كالشمس في ربعة النهار في كبد السماء الحلال دائما واضح والحرام دائما مختلف دائما في ظلام وشمت هول الله اشتركوا في القناة خفاء حقا خفاء